السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نرى الآن اضعوا نضعوا الخطوات ايضا فضلك نضعوا نضعوا داتابيز نضعوا نضعوا موضعنا لكي نضعوا سوف نضعوا موضعنا سوف نضعوا مكدير نضعوا نشوف بعدها في انسي توينا انسي توينا في ال back end مكادير موضلز سنقرأ واحد الفايل سنسميه يوزرز يعني اسكيمة يوزرز سنبدأ بيوزرز تاتش يوزر ضوت جيحس اه مقدرناش نقرأ اليوزر سنقرأ سنقرأ ونقرأ 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 تاتش يوزر يوزر ضوت جيحس هنا نقرأ نقرأ تاتش تاتش نقرأ ماذا سنقرأ في الموضل سنقرأ نقرأ 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 سنقرأ مالك سنقرأ 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 نقرأ الخيما and new الخيما voilà نحن نحن الملحة أو الاتبع يلحل يوز نحن 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 we are نحن نحن حسوم هنا هي نحن نحن نحنن system ديان دانك هنا غادي تكون إيميل يس غادي تكون دوتيب string وحتى هي required password اوسي حتى وغادي تكون دوتيب string ويكون required ودات وبيان لدات غادي تكون دوتيب date وغادي تكون حتى هي غادي تكون date سنعملو لدات دوت نو يس اذا دابع كرينا الآتريبو ديال سكيمة ديان دانك خسين اكسپورتي هات سكيمة دانك موضول .exports اللي غادي تكون هي هش user اللي غادي كون هو mongoz mongoz .model واظنحط في هش users منسكول users واظنحط user سكيمة ديال لكريت تسامبل ولا